هل ستعاود محركاته تشكيل الحكومة الدوارانة بعد انتهاء عطلة العيد وعودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الخارج؟ وأي دفع ينتظر ملف التشكيل في ظل الملفات المعيشية الضاغطة؟ أسبوع جديد يضاف إلى أجندة السيارة المرتقبة للرئيس نجيب ميقاتي إلى بعبدة ولا موعدة محددا حتى الساعة لكن إذا صحت المعلومات التي سربت عن عدم تحديد دوائر القصر الجمهوري موعدا لميقاتي فهل هذا يعني أن ملف التشكيل والمسار الذي سيسلكه سيخرج من دائرة المراوحة إلى الجمود؟ لسيما وأن العد العكسي لاستحقاق رئاسة الجمهورية قد بدأ والارتباط بين استحقاقي الرئاسة والحكومة عضوي على أي حال الأنظار العالمية تتجه إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة ولبنان معني بما ستحمله هذه الزيارة من نتائج لسيما زيارته بعد غد الأربعاء إلى الأراضي المحتلة التي سيحضر فيها بطبيعة الحال الملف المرتبط بترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة وفي أبعاد هذه الزيارة أيضا هل سينجح بايدن في إقناع السعودية التي سيزوره يوم الجمعة المقبل بزيادة ضخها للنفط في ظل أزمة بدأت تدك جدران العالم وتحديدا في أوروبا لسيما أن روسيا اليوم أغلقت خط غاز السيل الشمالي نحو أوروبا لإجراءات تتصل بالصيانة إذن يأتي بايدن إلى السعودية هذه المرة بموازاة ما تشهده المنطقة من تسويات وتقاطعات وملفات خلطت الأوراق مجددا في إعادة لرسم مشهد إقليمي ستظهر ملامحه خلال الفترة المقبلة شكرا